ماضون في حربنا ضد الإرهاب سنفعل ما نريد في الوقت والمكان الذي نختاره نحن لا أحد غيرنا تزيد عن قرام رسائلها العسكرية للميدان السوري وهذه المرة من قيادة جيشها أي وزير الدفاع خلوص أكار الرسائل التركية على لسان وزارة الدفاع بعثت بها للأطراف كلها من روس وأميركيين إلى قسد والنظام نفسه خطاب أكار الجديد قد لا يختلف مع ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مدة قصيرة لكنه يأتي هذه المرة من بروكسل حيث مقر قيادة حلف شمال الأطلسي أي على مسمع وزراء دفاع عدة دول ثم تمير بتصريحات الجنرال التركي رسائل تأكيد أن عزم أنقرة على ضرب حزب العمال الكردستاني وأجنحته السورية لم يخف وأنها ماضية فيما تراه ضرورة لأمنها القومي يربط أكار الرسائل ببريد واحد يصل إلى الأسد ما يعنيه ويقول إن وجود قوات بلاده في إدلب يمنع مجازر النظام ورئيسه بشار الأسد بحق المدنيين وهذا تصريح سبقه آخر من أعلى السلطة في تركيا حين قال أردوغان إن بلاده تستخدم الأسلحة الثقيلة وترد على خروقات النظام في إدلب وكل تلك التصريحات تشير إلى أن إدلب ليست محطة فاوض أمام تأكيد أنقرة على أن خيارها العسكري حاضر في أي وقت ثم تترقب لمعركة ينادي بها الأتراك لكن ظروفها السياسية لم تنضج بعد لا سيما أن الأتراك قالوا إنهم يعطون حيزا للدبلوماسية علها تبدد مخاوفهم أو أنهم سيتحركون بعصا غليظة ضد أطراف كثر في الساحة السورية ترجمة نانسي قنقر